ما حكم التعامل مع أهل البدع أهل البدع ديشين يا أخوان دينا الناس اتجاوا بيدع أخوان مسلمين سرورية خواري تكفيرين تتعامل معهم كيف؟ تتعامل معهم بالبعد منهم تزيح منهم بعيد شوفوا الغضب البينزل على الزول يا أخوان عشان كده في فائدة قلنا القصة بتاعة الزول القال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل العلماء قالوا في حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم في صحابي اسمه عبدالله الحمار أو حمار بن عبدالله صحابي جليل كان بيشرب الخمر دي كبيرة ولا ما كبيرة وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به يوم وقد شرب الخمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس فأقاموا عليه الحد الده حد الخمر فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به قال الزول دم العون كل مر يجيبوه يقوم يشرف في الخمر قال كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله وقال لا تعين الشيطان على أخيكم العلماء قالوا الزول دم يشرب الخمر كان بضحك النبي عليه الصلاة والسلام والقبال داك في صفته قالوا كان ناتي الجبهة غائر العينين له خطين سودين بكاء من خشية الله قالوا وركبوا جبهتك ركب المعزة من كترة السجود ويطالة دا بعبادته الكتيرة دي غضب النبي عليه الصلاة والسلام لكذا العلماء قالوا البدعة أشد من شنو أشد من المعصية وده ما فيه تهويل للمعصية إنه الزول يقول أي واكدة خلاص خلينا نخلط لا دا حرام كله حرام